موسيقى 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 نحتاج حبة خس آيسبيرغ نحتاج حبة بومالي كاملة نحن فارطينها ومجمعينها وفارطينها كمان مرة 100 قرام جبنة عكاوي 100 قرام فطر 50 قرام دورة 200 قرام مايونيز 20 قرام ماسترد 50 قرام عصير بومالي واللي ما عمل حق المقادير راح تلاقوها موجودة معنا على صفحتنا على الفيسبوك صفحة البرنامج الصباحي دنيا دنيا هاي المقادير بتنزل اول باول وبتظلها موجودة لللي بتعجبه الوصفة وحابب انه يطبقها مع شف فريد بفضل هلا زي ما حكي انا اول اشي حبة تخس آيسبيرغ بكون منقطعة بشكل كبير زي هيك حلو هلا هنضفلها طبعا حبة البومالي طبعا هنحط اشي مع الخلط واشي هنخلي للتزيين وحنضفلها كمان فطر مية جرام وحنضيف الذرة وحننخليها هيك جاهزة لغاية ما نسوي الصص ونخلطها كاملة مع بعض طبعا هلا عشان نعمل الصص زي ما حكي انا حنتاج المايونيز وحنضيف الماسترد طيب فيروز حمدان بصبح عليكم انا وابني الدكتور يارب اشوفه اشتر دكتور بالدنيا ما شاء الله علي الله يخليلك اياه شكرا لك سيد فيروز ويتربف عزك ان شاء الله اباني فضحة بصبح عليكم السعودية بابعت سلامي لأهلي في الأردن شكرا لك شيف شغلك مرتب ومتقن ومحترف ما شاء الله علي شكرا لك شكرا لك طيب الحمد الله الحمد الله طبعا انا وانت بتحكي ضفت طبعا الماسترد والعسل اوكي انا بحركهم هلا مع بعض عشان يتجانسوا واخر شي بضيف اللي هو عصير البوملي ونحركهم لحد ما يتجانسوا مع بعض حلو هلأ هيك تقريبا الادريسينج تبعنا كمان صار جاهز طبعا كتير مهم زي ما حكينا انه نهاية وجود البوملي في السوق حاليا نستفيد منه ونعمل منه السلطة هنضيف الصص على السلطة تبعتنا كامل تمام انا صراحة اول مر بشوف هاي السلطة هاي السلطة موجودة يعني هاي مش غريبة انا صبرت مش كتير في المطفة زي ما شايفين هنحركها لحتى تتجانس كل لياتها كل المكونات الموجودة تشرب الصص كامل مر ونادى صباح الورد والاسمين بسلم عليكم الجزائر حلوة رائعة من الجزائر اسمها لوزية او حلوة صورت لنا حلويات جزائرية شكرا لم يا العرب كتير حابة اشوفكم شخصي وعمل لكم اكلة كرش ولا اشعر ان هيك ارها يخليكي اه طبعا هاي تم احنا هلأ جانست كل المكونات مع بعض هلأ رح نسكب السلطة حلوة كتير هاي الطريقة طبعا البومة اللي بيحتوي طبعا على انزيم كتير مهم اللي هو انزيم لحرق الدهون غير انه في فيتامين سي اللي هو بيفيدنا كتير بفصل الشتاء حلو طيب ام احمد عمار صباح عليكم من الهاجم الشمالي بتمنى تعملوا كيكة الفريرو روشي ان شاء الله بتتمنى تعليقي شكرا يا ام احمد عبير بن الاردن صباح البرد باشا الله عليكم نورين دائما شكرا هداء الجيمري احلى صباح لكافة العمين في قناة رؤيا الناجحة والله بتابع قناتكم باستمرار خاصة برنامج الطبيق وفقلت بنت اخت المهندسة الزراعية امال الجيمري بتمنى لكم التوفيق والنجاح شكرا اليك يا هداء وتحياتنا للمهندسة الزراعية المبدعة كبان امال الجيمري اللي دائما بشكل متواصل ودائما عندها فقرة زراعية معنا في دنيا يا دنيا نينا ناني من الجزائر ومن محبي برامج دنيا يا دنيا وخاصة ركن المطبخ شكرا هلا يثم اخر شي طبعا ضفنا المكونات اللي خلناها على جنب اللي هي جبنة العكاوي راح نضيف كمان البوملي اللي سبناه للاخر يكون منه غارنيش ومنه من نفس مكونات الصلطة الاساسية راح نضيف الضرب بهذا الشكل وهيك تقريبا صارت صلطتنا جاهزة واذا بتحبوا تقرنشوها اي نوع من الفواكه كمان كيوي استروباري اللي موجود حاليا يا سلامة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر